من جديد تواجه إسرائيل غاراتها على مقار في الجنوب السورية؟ الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً في القنيطرة دماشت تقول إن الضربة استهدفت مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالية في حين يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارة استهدفت مدرسة تعد مقراً للميليشيات الإيرانية والميليشيات حزب الله اللبنانية لكن المدرسة ليست لتدريس طلاب هي مدرسة مقر للمقاومة السورية لتحليل الجولان التي مولها ويدعمها ودررها حزب الله اللبناني وأنشأت من قبل سمير القنطار وهي تنشط بشكل كبير جداً في محافظة القنيطرة أي في الجولان السوري المحرر على حدود مع الجولان السوري المحتل والاستهداف كان بصاروخ إسرائيلي استهدف هذه المدرسة ورغم عدم إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن تنفيذ تلك الغارات بيد أن وزير دفاعها قال إن بلاده لن تسمح لعملاء حزب الله أو إيران بالتموضع عند حدود الجولان وستفعل ما يلزم لطردهم من هناك ومدينة القنيطرة تقع في واد مرتفع في هضبة الجولان موقعها استراتيجي وحساس قرب الخط الفاصل بين جزئي الجولان الأول الخاضع للسيطرة السورية والثاني المحتل من قبل إسرائيل وهذه الضربة التي استهدفت القنيطرة هي الأولى منذ يوليو الماضي بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية ثلاثة مواقع في القنيطرة استهدفت حينها بحسب المرصد السوري مواقع تابعة للجيش السوري وللميليشيات الإيرانية